في صلب المسيح حدث خمس معجزات يعني عند موت المسيح أولاً الظلمة الكثيفة اللي غطت الأرض ثانياً حدثت زلزلة عظيمة ثالثاً شيء مهم جداً انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل هيكل اليهود كان في مكان يسمى القدس فيه مائدة خبز الوجوه وفيه المنارة الذهبية وفيه مذبح البخور أمام الحجاب حجاب سميك جداً تحتاج إلى 12 فيل حتى يتمزق وعدد كبير من الرجال حتى يرفعوا هذا الحجاب ولكن عند موت المسيح انشق من فوق إلى أسفل وصار إلنا الدخول إلى محضر الله صار إلنا الدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح المعجزة الرابعة اللي حدثت عند موت المسيح مكتوب إنه تفتحت القبور وفي قيامة يسوع المسيح ظهر العديد من القدسين هنا في أور شليم ثم خامساً المعجزة المهمة جداً في الموضوع في موضوع صلب المسيح إنه المسيح مات في الوقت المعين في الوقت المحدد بالضبط عندما قال على الصليب قد كل شيء من بعد ما أكمل كل عمل الفداء ومات بالضبط عندما قال قد أكمل أي قبل دخول السبت وبداية تقديم ذبائح الفصح قال يسوع قد أكمل ثم نكس الرأس وأسلم الروح عادة الشخص اللي بموت رأسه بينزل ولكن مكتوب عن يسوع نكس الرأس وأسلم الروح لأنه قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها